تعرفني على مودست فنياً بقى يلا بينا تعرفني عليه طيب مودست وانا هستخدم اللفظ ببعناه الحلوة مشجل خطر هو راجل مشجل خطر على ما أسكولر احنا أظن انا عشان أقول الجملة دي عملت في البداية تمهيد قلت الراجل بيبقى عايز مهاجمين عامليني ازاي طول ما سرته منتخب النمسا وبازا تحديداً ثم الراجل ده بقى تعالى نتفرج عليه هل هو الراجل ده نفس المواصفات نفس القدرات البدنية نفس التميز في الكرات الرأسية والتحركات خلينا نشوف الأول تميزه جوه منطقة الجزاء أدي واحدة الأولانية الراجل مكتف تقريباً المدافع واقف ستكت واقف معاه مفيش مسافة بينه وبين المدافع وبص على نقطة أهم من إيجادته الراجل هو الراجل بيطلع الكرة من دماغه زي ما بيحطاب رجله بص على تحركه دايماً هو بيروح للكرة كريم دايماً بيشتغل على البلايند سايد أو بيشتغل على المكان اللي بيبقى واقف فيه المدافع بيروح في ظهره ما بيروح لهش من ويشه أبداً دايماً بص بص هتلاقيه واخد الخطوة الوراء علشان وهو عشان قوي جداً يا كريم حتى التحجيز والشد والمسكة بيأسرش معاه فمزعج جداً لكل المدافعين اللي بيشتغلوا معاه وقبل ما نكمل القصة زاوية صعبة جداً ان هو يخشه صعبة وخلي بالك وبيلعب في أنه مستوى تنافسي لا الراجل ده انت بتتكلم على كواليتي مختلف آه بتتكلم على عمر 35 سنة لكن هرد عليك على قصة 35 سنة دي بعد شوية الراجل الكرة كروس بتعمل من يمين بتعمل من الشمال بيتعمل بزاوية دقيقة بيتعمله الأمور صعبة بالتحركات هو بيروح يقطع قبلها أو بيستنى وياخد الخطوة وبيرجع الوراء هو بيشتغل دايماً على ده وقف هنا وقف النقطة التانية يا كريم دايماً بص التمركز هو بيدور دايماً على المساح هو ما بيروحش دايماً اللي هو يروح في الزحمة إلا في الكرات الهوائية اللي طبيعي يبقى فيها زحمة ويبقى فيها التحامات وهو دايماً يا كريم هتلاقيه دايماً بيدور على المساح بص الزحمة كلها هنا فين الزحمة عليمي هو وقف في ظهر كل المدافعين علشان ينتظر الكرة يا إما تتحطره بالعرض يا إما زي ما هيحصل كمل بقى زي ما هيحصل دلوقتي يحصل خطأ فبالتالي بعد الخطأ هو وقف منتظرها وحطها بمنتقى السهولة في المربع كمل بس ده طبعاً في الموسم التاريخي دي 21-22 اللي هنتكلم عليه كتير طول ما احنا ماشيين يعني ده كل الجوال دي بصها كريم دايماً لتمركز بص واقف فين دايماً التمركز هو وقف في الظهر المدافعين دايماً واقف في المنطقة اللي متوقع إن الكرة تروح له دايماً واقف في المنطقة اللي المدافع مش يعرف يرجع له بظهره دايماً هتلاقي وقف دايماً تحركات وناس كما بتتكلم إنه راجل تقيل الراجل علشان الطول والحجب الراجل مش تقيل الراجل في الطبيعي اللي كل ما يجيبصها كريم دايماً بيتحرك في البلانس هتبص الإنهاء بمنتهى البساطة الراجل بيشتغل الرجلي يمي هو لعيب أيمن بيقدر يسجل بالشمال لكن هو الرجلي يميين بتشتغل بشكل أفضل بكتير من القدم اليسرى الراجل ما عندهوش مشكلة في الإنهاء والفينيشنج ممتاز بيلعب زي ما قلت بالقدمين لكن رجله اليمين طبعاً طبعاً أقوى بكتير من رجله الشمال بص بص هنا كمان بص نفس نفس القصة آه خبطت لكن هو نفس القصة هو عارف حافظ منطقة حافظ البوكس وده اللي كان بيدور عليه دايماً مارسي الكولن نفس القصة وقف هنا وقف هنا بص يا كريم لعيبه وقف فين واقف برضو في البلاينت سايت بيهرب دايماً من المدافع إنه هو موجود في ظهره عشان المدافع حتى لما يحاول يرجع له هيلاقى صعوبة عامل ما يعمل الترن ويلف هيبقى مشكلة كبيرة جداً لأي مدافع نعمل دا رجعها شوية رجعها شوية لأنه دي كراية للمرة رابعة وقف في نفس المكان مش بس كده هي ما تبسطلوش بشكل مثالي يعني هو مفهول ما جات ما فوتي قدامه أو حتى في المكان لأزبوط هي جات ورا شوية إلعب 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 كمل 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 وبعدين وقف قبل ما يسوط بس جات ورا شوية هو اللي رح لها عشان هو عينه عالكورة هو وقف واخد المكان الصح اللي ما فوش زحمة اللي ما فوش خناقة دايماً الخناقة بيخشها فين وخلي بالك هو واحد من أميز اللعيبة يعني خلينا أقول لك إنه في مسم 21-22 التاريخي ليه جاب 20 جول العشرين جول اللي جابهم جاب منهم تسعة أهداف بالراس كان أعلى لاعب في الدوري الألماني أعلى معدل تهديف في الدوري الألماني في السنوات العشرة اللي بيطلع فيهم الهداف كمعدل تسجيل أهداف بالراس فهو راجل مميز جداً فيما يحتاج الراجل كمل إلعب بقية الفيديو كمل فالراجل نفسه هل هو مناسب؟ طيب